هيبقى ده عمل طيب وعمل صالح وفي نفس الوقت يعني الأطفال لما تتعود على الصيام يسهل عليها مع الكبر ولما للأسف نهمل وما نهتمش بالموضوع أو في بعض الأباء بيبقى عندهم شفقة على الأولاد ربما تكون زائدة فيقولوا لأ احنا مش هنخليهم يصوموا ويكبر الولد وتكبر البنت على أنه مش فاهم مهمة شهر رمضان ولا مقصده ولا العبادة فيه فيبقى بعد ذلك صيامه صعب جدا أحيانا بيشوف ناس كبيرة في السن وما بيصومش فالسؤال اللي أنا دايما بيسأله ليه ما بتصومش فيقول أصلي ما تعودتش على الصيام من وانا صغير دي بقى المبدأ المهم لما ننظر في أحكام الشرع الشريف نجد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول علموا أولادكم الصلاة لسبع يبقى السن المهم اللي ينبغي الوقوف عنده سن السبع سنين وربما يكون فيه طفل عنده أنيميا مفيش مان يعني خلينا برضو بينطبق على الصوم يعني هي العبادة بتبدأ في السن ده صلاة صوم وهنبدأ نعلمه الصدقات وهنعلمه بشكل عام يعني فاحنا بننظر بالصلاة على الصيام سيدنا النبي يقول علموهم الصلاة لسبع يعني بداية من سن السبع سنين نبدأ نوقفه ونقوله إحنا بنكبر إزاي إحنا وهكذا نبدأ نقوله إحنا بنصوم إزاي طبعا مسألة إطاقته للصيام الجسمانية مختلفة ربما يكون فيه طفل عنده خمس سنين وست سنين لكن صحته كويسة فيقدر يصوم وربما يكون فيه طفل عنده سبع سنين الصيام صعب عليه فاحنا بنتدرج معاه يعني نقوله إيه نصوم من الفجر لغاة الظهر ولما يدن الظهر نقوله كده خلاص الأزام بتاعك أزن أنت المفروض تفتر دلوقتي وبعدها بيومين وثلاثة نخليه صوم لغاة العصر مدة لغاة مجسمه يتعود وبعدين نقوله بقى يصوم اليوم الكامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإنحنا نعلم الأولاد الصلاة السبع وبالتالي نعلمهم كمان الصيام من سبع أو من قبلها أو من بعدها من حيث قدرتهم الجسمانية طيب إيه أهمية هذا الأمر؟ أهميته إنه الشاعر بيقول وينشأ ناشي الفتياني منه على ما كان عوده أبوه يعني دايما الإنسان بيطلع وينشأ ويكبر على اللي تعود عليه في صغره فالتعود في صغره على الصيام والصلاة وعلى الأعمال الصالحات بيظل طول عمره هكذا والذي لم يتعود لا ينشأ على ذلك وبرضو الإمام البصري يقول والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطني